السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك سنة ورد فيها أكثر من مئة حديث أتدرون ما هي؟ قال ابن نقي رحمه الله في السواك أكثر من مئة حديث في البخاري قال عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم في السواك مطهر للفم مرضى للرب من الفطرة يستعمل حتى في رمضان هذا من جم من الفوائد آخر سنة طبقها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت وسقط من يديه هو السواك هل لا حرصنا عليها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك سنة ورد فيها أكثر من مئة حديث أتدرون ما هي؟ قال ابن نقي رحمه الله في السواك أكثر من مئة حديث في البخاري قال عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم في السواك مطهر للفم مرضى للرب من الفطرة